جددت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي التأكيد على استمرار جهودها ومساعيها لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروع بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين شددت اللجنة خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للبرلمان على الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتأييد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام وتخذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة نثمن ما قام به القادة العرب على مستوى قمة البحرين دعينا إياهم إلى تضافر كل جهود لبلغ هذا الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعا الشيء الآخر الذي أكيد سوف نتحدث عن وضع الحالي في فلسطين وخاصة في غزة وما يحدث من إبادة للشعب الفلسطيني من خلال هذا المتقطرس الذي للأسف ينقى بعيدا عن كل القانون الدولي وعن كل القارات هيئة الأمم المتحدة بل ذهبوا إلى تقطيع ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي داعينا طبعا كل شعوب العالم الحر سواء شعوب عربية وإسلامية أو شعوب أفريقية أو الشعوب العالم الحر إلى تضافر جهودهم كاملة ببلغ ما يسمى على الأقل توقيف الحرب هذه وفتح المعابر لحصول الشعب الفلسطيني في غزة حتى وفي الضفة الغربية على الغذاء وعلى الدواء لينعم بحياة كريمة كبقية الشعوب العالم انفتاح تم على الدول الأوروبية وده كان جديد في القضية الفلسطينية نشايفين طلبة الجامعة وشايفين الشعب الأوروبي النهاردة رافض النظام الذي يقوده رؤسائه ورفضين طبعا ندفع درايب من دماء إسفاف للأطفال والنساء وبأكد أن مصر مستمرة مستمرة بقرار السيد رئيس الجمهورية عفتاح السيسي هذه القضية قضيتنا الشخصية مصر هي أول دولة وكمان كل الدول العربية لمسندة القضية الفلسطينية بس احنا شنجي حدود فالحمل علينا ربنا يقدرنا عليه ويقدر السيد رئيس الجمهورية عليه وبنقول كفاية تشكيك في دورنا في مسندة القضية الفلسطينية التاريخ يشهد ومصر ضحة الدئفة لزر القضية